اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة السؤال الأول اقرأي من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تسلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها أخالدون حسبك السؤال الثاني اقرأي من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون حسبك السؤال الثالث اقرأي من قول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبح يقتلون ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلكم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا يريدون أي تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا فأتونا بسلطان مبين حسبك السؤال الرابع قرأي من قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم فأتونا وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إن إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إن إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وما وما وهو على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد قل إن ما قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإن ما أضل على نفسه وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إن ه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد حسبك السؤال الخامس والأخير قرأي من قول الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو الغفور الرحيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل حسبك أحسنتي وبارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر